السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انتمناكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير بداية أسبوع موفقة للجميع وانتمناكم تكونوا دوزتوا عطلة زوين انتم وليداتكم اليوم ان شاء الله سوف نرى مع بعضنا وجبة غدا سمك الميرلون في الفران بتتبيلة أكثر من رائعة مميزة لا تعود عليها كي يخفيف وغزال سوف نرفقوا ان شاء الله هاد الوجبة غدا بسلطة منعشة او سوف نصيبوا تشكيله من السلطة كتعرفوا ان الجو بدك يسخنكن بغضروري السلطة وسوف نتقسم معكم تحلية او لا ديسير كي يجي اكثر من رائع ان بالردو به خليكم معي اخوتتي من الولدة الاخير وما تنسونيش فضلا من تشجيعات ديالكم الله يجزيكم بخير من بابي التشجيع والتحفيز ولكم الأجر ومرحبا بتساؤلات ديالكم اول حاجة سمك الميرلون اللي نضفته من قبل او لغسلناه مزيان وسوف نخذ سكين باش نديروا فتوحات كيف تشوفوا معي او الجريحات في سمك ديالنا هنا عندي الحجم الكبير ديال الميرلون اللي كتدخل الفران وكيف قلت في البداية سوف نشوفوا معي تتبيلة رائعة خفيفة وطريقة ديال الطياب دياله باش كيبقى افتي وكيبقى ارتب بنسبة لهاد الفتوحات كنديرهم باش كتدخل الشرمولة او لالعطرية اللي غادي نديروا لي على هاد شكل كل واحد يدير الكمية او القياس دياله يعني كتبقى على حساب افرد الاسراء ديالكم بنسبة التوابيل عندي هنايا نص حمضة او العصير ديال نص حمضة هنايا عندي الحمضة يعني الحجم ديالها كبير لهادك تفيت بنص حمضة قدي نجيب صفايا او لكنص فيها يعني باش ميكون وش عندنا فيها هدوك العظيمات وعندي ضريسات ديال تومة يعني واحد شوش ضريسات ديال تومة يا اما كتدقوهم في المهراز او لكت يعني بالطريقة باش كتدقوهم انا حكيت تومة في هاد الحكاة كان رقيقة لانا ممتوفرش لي المهراز بالنسبة للتومة غادي نتبقى على حساب الكمية اللي عندكم ديال السمك ولكن عندكم المهراز غادي ندقوها بشوية ديال تومة مباشرة غادي نضيف توابيلها بالنسبة للتوابيل عندي القصبر يابس هاد الوصفة هادي ما فيهاش الكامون وما فيهاش الربع يعني اللي هو القصبر مادنوس عندنا معلقة صغيرة ديال القصبر يابس معلقة صغيرة عامرة ديال تحميرة او للبابريكا والرس معلقة ديال الخرقوم وضفت هنا شوية ديال الملحة كيف قلت الى دقيته التومة بالملحة غادي نتستغنى بطبع الحال على الملح لانكم دقيته به التومة انا غير حكيته او لحكيتها عفوا التومة اضفت شوية ديال السودانية ممكن شوية ديال الهريسة وهنا عندي نسكاس صغير كيف تشوفوا معايا خالط ما بين زيت البلدية وزيت نباتية نخلط كل مزيان واللي غادي يعطينا واحد المدق جد مميز او لسر في هاتة تبيلة هو هذا هاد النبتة هدي اللي هي اكليل جبل او لا ازير يعني ازير هو اللي غادي نتبلو به او غادي نسم لنا هاد الطبق ديال ميرلون في الفران عريشات ديال ازير او لوريقات ديال ازير ما كنديروش داك الغصن كنديرو غير داك الوريقات سوف نخلطو هاد الشرمولة ديالنا مزيان حتى غادي نساجم كيشفتو معايا فيها الحامض فيها تحميره القصبر يابس وغادي نبدو نوضع هاد الشرمولة هدي مزيان حاولو اننا نشربو هاد الميرلون مزيان يعني في الدخل ديالها وفي هادوك الفتوحات اللي درنا وفي الوسط ديالها غادي ندير شوية او لعريشات ديال ازير وحتف هاد الفتحات هادو وكل ما كان عندنا شوية ديال الوقت نخليو هاد السمك ديال الميرلون فهدت بيلا او لكن يعني كنشرملوه وكنخليوه حتى كيتشربن زيان صدقوني كتجي شرمولة غزالة مختالفة على الشرمولة العادية اللي كنديرو دائما بالقصبر مع دنوس يعني بالتومة والكامون هنا يا كيف قلت كان عاود نأكد ما فيهاش الكامون وما فيهاش اربع يعني غادي نكتافيه بالقصبر يابس اللي غادي نسملينا هاد الحوت هذا ومعاه ازير صفي غادي نخليهم شوية على جنب ومن بعد غادي نجيب الصينية اللي غادي نستف فيها هاد الحوت وردوا لبال انه سمك دائما ما كيبغيش طياب بزاف يلفوتنا له طياب بزاف راه كي نشوف ما كيبقى فيه لما دق لواله جبت الصينية دهنتها بشوية ديال الزيت وغادي نستف فيها مفرشة لها بطبع الحل ورق المطبخ وغادي نستف فيها الحوت ديالي وبالنسبة الفران كيبغي يكون مسخن من قبل درجة الحرارة اللي كتكون عالية وكي نخليوها في واحد المدة اللي هي قصيرة بزاف كي يطيب لنا بسرعة غادي نفرغماتها بقى من هاد الصلصة هادي اللي عندي ونزيد شوية ديال العريشات ديال الزيت باش كي تنسم ممكن انكم دير واحد مزيودات ديال الفلف الحرارة كي يطيب وحتها مع هاد الحوت عفوان وانا نزيد شرائح ديال الحامض في هادوك الفتيحات اللي وضعنا من قبل عفوان وبالنسبة لي الحوت ما كندخلوش ديال الفران حتى غادي نكمل قاعدة الشي اللي عندي نوجد العصر ديالي اولا التحلية ديالنا اولا الديسر لانا الحوت كي يطيب بسرعة انا اغطيته بلاستيك غدائي وخليته على جنب بالنسبة للتحلية عندي جوج حبات ديال تفاح لانا عندي تفاح الحجم دياله صغير وعندنا نصف لتر حليب سائل عندنا فلون هاد الحجم صغير اللي بدون سكر وعندي السكر وعندي ملعقة ديال نشاء هاد الديسر هادا كي يجي اكتر من رائع بالنسبة للتفاح بالقشرة دياله غادي نعاود عندي جوج حبات ديال تفاح لانا الحجم ديالهم صغير إلا عندكم تفاح الحجم دياله كبير غادي نتكتافيوا بحبة وحداء ديال تفاح كتحيدوا له هادوك العظيمات كتكون مغسولة بطبيعة الحلم زيان ومنضفة وكتقطعوها بالقشرة ديالها ضفت ملعقة ديال نشاء نصف لتر حليب سائل وبالنسبة للسكر غادي بقى على حسب يعني الدوق ديالكم انا غادي نوضع هنيا جوج مع الكبار ديال السكر وعندي هاد المستحضر هادا ديال الفلون اللي هويا بدون سكر ممكن تصغنوه على السكر نهائيا جوج مع الكبار ديال السكر غادي نطحن لكل مزيان لان عندنا تفاح بالقشرة دياله نطحنوه نعودو مزيان حتى غادي يتطحن جيدا وغادي نصفيوه من بعد ضروري اننا نصفيو هاد الدسر ديالنا او لا هاد التحليا هادي ناخد صفي باش نحيدو دوك القشيرات اللي كي بقى لنا ديالتفاح كنحاول انني نحاكم زيان هاد الخليطة ديالنا بالمعلقة وصدقوني كتجي تحليا رائعة الجودة با بدك يسخن ضروري اننا ننوعو في التحليات ديالنا او لا في الدسر وهنايا كيف كتشوفو معايا القشيرات ديال التفاح سوف نوضع الخليطة ديالي فوق النار هنايا واحد الفتيتة ديال السكر نوضع الخليطة ديالي فوق النار يدينا يد التحرك ما غادينش كيف كتعرفو الحاجة اللي كيكون فيها نشاء او لا الفلو ما ننغفلوش عليها او لا ما نبعدوش عليها حتى كنشوفو الخليطة ديالنا اغلاق وعاود لانه بسرعة كيتماسك وكيجي خفيف كدش تحليات زوينة بزاف بالتفاح حب وحدة ديالتفاح غاديتصيب لكم الخير والبركة ديال هاد الدسر هذا غادينخليوه على جنبي برد وغادينشوفو باش غادينزينو هاد التحليه هادي عندي حب وحدة ديالتفاح اللي قطعتها مكعبة صغورة بزاف ضفت معاها معلقة ديالتزبدة من الاحسن تكون حيوانية وغادينخليها فوق النار ديالتفاح بسرعة ينزل عد من بعد غادينوضع ليه شوية ديال السكر باش غادينحليو هاد التفاح واندوو نشوفو مع بعض ديالتنا السلطات اللي غادينو رفقو بيهم هاد الوجبة ديال الغداء عندي هنيا الخص وماطيشان اللي ما كان استغناء وشاليهم كيف كتعرفو دائما كيف رفقو لنا الاطباق ديالنا و البصيلة الخضارية اللي لوقيتها ديال هادي يعني دبا ديال كريكبات ديال البصيلة موجودين ما شاء الله الخير والبركة وطمئ ديالها جد مناسب دبا ما شاء الله ولا طمئ ديالها اللي هو يامعقول يعني عندنا البصيلة عندنا الخص عندنا ماطيشان وهنا فهد القريعة كان نوجد سلسل مرافقة اللي غادينط رافق القاع صلاتات اللي غاديننحتاجو ان شاء الله عندي الزيت عندي الخل عندي مليحة شوية ديال بزر وكنجمعهم في هذا القريعة او نحركهم جيدا حتى ندامجوا شوية جيدة سوف نخلطهم هذه اللي ولا سوف نبدأ بها ركما عارفين او ما هذا العادية لخصوه ما تشوه البصيلة عندي البطاطة مسلوقة مقطعها مكعبات كيف تشوفوا معيو كنخلي حتى تبرد حتى هي كتعجبني بزاف هادي من الاد السلطات اللي كتعجبني يعني في المنكي بداي يسخل الحال كتعجبني هادي السلطة ديال البطاطة المنعيشة سوف نوضع معها البصلة الخضاري احتى هي المعدنوس واحد معلقة ديال المايونيز كتجي محمضة يعني هادي البطيطة هادي كتجي او هادي سلطة ديال البطاطة كتجي محمضة ممكن نزيدوا لها او لضيفوا لها زيتون اللي كيكون مقطع حتى هو كيتوتى بشكل كبير معها هادي نخليها على جنب ونشوفوا الجزر او لاخيزو اللي كيكون مسلوق حتى هوية هادي نضيف ليه شوية ديال الربع او لشوية ديال البصلة وهنايا هاديك السلطة او لسوز فينيغرات اللي وجدت من قبل هنايا كانت اتقادات عاو توجد واحد الكيميه اخرى هادي القريعة دائما كيف كنقول يعني اخواتي اللي مسانديني ومتبعيني منذ بداية القناة كنقول لكم كتكون عندي واحد القريعة في الباب ديال تلاجة فيها هادي سوس فينيغرات دائما موجودة وهنايا عندي البربا اللي كتكون مسلوقة حتى هي غادي نضيف لها البصلة الخضرية او للبصلة كيف ما بغا تكون مقطعة مكعبة صغيرين نضيفنا شوية ديال مايونيز وهنايا السوس فينيغرات شوية ديال المعدنوس يعني سلطات اللي هم عاديين وغادي نرافق بهم لاطباق ديالنا او لطباق ديالنا ديال سمك الميرلون في الفران تحليه ديالنا بعد ما بردات هي هادي كيف كتشوف معي وتماسكات بالنسبة للتفاح بعد ما تعسل نضفت لي شوية ديال فواكه الجافة كانت عندي من قبل يعني كنتم محتافظة بها في علبة كنتم عسل لهم من قبل فيهم شوية ديال كيوي شوية ديال فريز شوية ديال انا ناس ومعهم شوية ديال لزاموند ايفيلي فايتا تقاسمتهم معكم من قبل هادو غير باش كي يخرجوا لنا اللون او كيعطيونا وحد المنظر وكيعطيونا حتى المدق زوين غادي نزين هنا يا هاد سلصة الكراميل تزين كي بقى اختياري يعني غير التحلية بوحدتها ديال تفاح كتجي اكتر من رائعة وتزين كي بقى لكم الاختيار فيه زينوها باش مبغيتو الآن ديال ديال كي يبرد عالقلب ومنعش تغيروا بـ يعني من ينكي يسخل الحال كيف تعرفوا كم بغيروا نغيرو في العصائر وكم بغيرو انا اغيرو في التحليات او لا في الديال كي يجي اكتر من رائع و طبق الحوت سخل الفران مزيان ندخل الفران 15 دقيقة كيكون نواجد ما تخليوش حتى كي نشوف بزاف او لا يعني كي يتشرب او كي يبس خاص السمك دينا يبقى افتي سفي ناخد طبق تقديم و نبدأ نحط فيه الحوت زينته بشوية ندخل الفلفلة من شوية والسلطات دينا هم يشي حاجة اللي هي بسيطة و كنعرفوها كاملين غير بغيت نتقسمها معاكم اخواتاتي البطاطة نضحت لها شوية ديال زيتون وهنا يوجد سلسة طماطم او سوس طماط عادية رفقتها مع الطبق دينا رشيت شوية ديال المعدنوس وهي الوجبة دينا كاملة مكملة تجي اكتر من رائعة قدموها الوليدة والضيف و رفقت الطبق ديال بشربة السمك اللي تجي خفيفة واكتر من رائعة اتمنى اتمنى اخواتاتي الفيديو ديال يوم يكون عجبكم و تكونوا استفدتم وصفة ديال سمك الميرلون في الفران بتتبيه لأكتر من رائعة و تحلية ديال ديسير او لا تحلية او ديسير بفكها تتفاح اللي تجي تهية كريمية و تجي ممتازة و ان شاء الله بنسبة الشربة باش ميجيش الفيديو اطويل ان شاء الله نتقسمها معاكم الى بغيتوها كنتمنى اخواتاتي الفيديو ديال يوم يكون عجبكم ما تنسونيش فضلا من شجاعت ديالكم بارتاجوا الفيديو مع الحباب ديالكم و المعارف ديالكم وبصحة و الرحان و اتلقوا ان شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته و حبكم في الله